من اكتر الاسئلة اللي بنسئلها من المتدربين خصوصا من الشباب الشباب الصغار انه كيف اكبر عضلات الايدين اللي احنا بنحكي لهم عضلات الايدين اللي هم عضلات الدراع البايسبس والترايسبس هلأ بالتمرين اللي بنعملها بشكل عام اذا انت تمرن التمرين مدته يعني مرة بالاسبوع ما بكفي العضلة اللي بدك تكبرها بدك تشتغل عليها خصوصا عضلات صغيرة زي هاي بدها تكرار اعلى يعني مش تكرار اللي هو عدد التكرارات تكرار تمرين في الاسبوع فالطريقة اللي انا بنصح فيها اللي هي الطريقة اللي انا جربتها يعني وكبرت البايسبس والترايسبس فيها اللي هي انك تشتغل يوم تعمل فيه بايسبس ويوم تعمل فيه ترايسبس فاذا انت بتمرن اربع لخمسة ايام بالاسبوع مثلا بيوم اول يوم تمرنت في صدر بتعمل معاه بايسبس التاني يوم اعملت ضهر بتعمل معها ترايسبس اعملنا بعديها كتاف بنعمل معهم بايسبس اعملنا بعديها لكس بنعمل معها ترايسبس واذا ضل معك كمان يوم بدك تعمل يوم خامس بتعمل فيه يوم كامل للباي والتراي هيك احنا بنكون اول شي تمرنا على الباي والتراي بتكرار كتير اعلى وعطيناها كل يوم للعضلة مجال انها ترتاح لو تمرنت انت يوم باي يوم بتراي باليوم اللي بتمرن فيه تراي الباي عمالها بترتاح بس بهاي الطريقة لو عملت التمرين لمدة شهر او شهرين رح تلاقي فرق كتير كبير اذا اعجبكم الفيديو اعمل لايك سبسكرايب على القناة